ويمكن أنا شايف أو كنت حاسس بيهم الاثنين في كل الماضيات اللي فات مش بس مطش وفاق الصيف يعني طبيعي أي مهاجم عايز يجيب جهون وخصوصا تاو لأنه تاو كان يبتدي الموسم كويس وكان متصدر قائمة الهدفين مثلا في بطولة الدولة المحلي فالرغبة دي أوقات كتيرة جدا بتعمل ضغط على العيب وبتأثر على المستوى وبتأثر على قدراته عصبيا ونفسيا في المقام الأول فكونوا من الاثنين يسجلوا في الموارا دي ده شيء يحسب لنا طاهر والأشاد نبيه ممكن أنا وشريف قبل الفصل على طول طاهر قدم واحد مش بس عشان سجل الحقيقة لكن الروح والأحساس أنت كمشاهد ومتابع كواحد من الجمهور يعني أنت شايف طاهر لا الولد مركز وعايز وبيطلع أحسن ما عنده والشحات كمان الحقيقة بقى واحد من أهم مصادر الخطورة هو عبدالقادر وإن كانوا الاثنين ما سجلوش لكن الاثنين عندك أحساس أنه الشحات وعبدالقادر ممكن يجيبوا جن في أي لحظة وبالتالي المصادر الخطورة تنوعت وتعددت والسؤال هنا هترهن على مين فيه ناس كتيب تقول لك والله برسيتاو كراس حربة خيار موفق جدا إذا كان هقدم نفس المستوى تلعب برسيتاو وقعد شريف ولا تخلي شريف وتدخل برسيتاو جناح التركيبة ممكن تبقى زي من وجهة نظرك التنوع ده عظيم بس قبل ما أقول التركيبة عايز أدي كريدت لطار محمد طهر إنه ممكن اتنين على نفس الترابيزة يختلفوا على إمكانياته الفنية بس الجميع هيتفق على إنه لعيب لما بينزل الملعب ما بيبخلش بنقطة عرق فنان ممكن يكون عنده درابس أو عنده أبس داونس باستمرار ممكن يكون عنده حد بيتفق إنه هو لعيب عنده إمكانيات كويسة لا أم عنده إمكانيات كان صفقة نكحة لا أم كانش صفقة نكحة كل ده كلام في وجهات نظر وجهة النظر اللي كل الناس هتتفق عليها إن طاهر ما بيبخلش بنقطة عرق فده كريدت أنا كنت عايزة تبيل طار محمد طار التركيبة بتاعتنا هتكون عاملة إزاي لو بنتكلم على مبارات وفاكس طيف في العودة اللي جاية اللي جاية فأنا شايف إنه إحنا المفروض نتخلى عن واحد من الثلاثة اللي قدام ونلعب باثنين بس ونلعب معاهم بحسين أو بعبدالقادر ليه لإنه أنا مش مطلوب مني إنه أنا أصنع مساحات الجيم الجاي الجيم الجاي المساحات هتجيلي الفكرة كلها إزاي هستغل المساحات دي عموما أنا شايف أن نادر أهلي وصل لأفضل تركيبة بوجود محمد شريف مش بوجود طار محمد طهر يعني تاو مع شريف مع عبدالقادر مع حسين أنا شايف أن دي أفضل مجموعة تقدر تلعب وتقدم حاجة لنادر أهلي لأنه ممكن يكون طار محمد طهر بيعمل حاجات كتير قوي كويسة في مواتشات كبيرة وخصوصا في المباراة اللي فاتت ولكن محمد شريف ممكن يكون كان عنده داونس الفترة اللي فاتت لكن اللعيب يعرف يجيب جول عشان كده اللعيب ده مهم لأن محمد شريف لما نزل محتاجش دقائق كتير عشان يسجل فاللعيب ده مهم مع المجموعة دي لأن آه ممكن يكون حسين اللعيب مش سكورر بس لعيب صنع لعاب كويس مش بيسجل كتير بس بيصنع لعب كويس وبيقدر يقف في الملعب كويس ويساعد الفرقة أحمد عبدالقادر هو اللعيب اللي يمكن مش ناقصنا السنة اللي فاتت اللعيب اللي بيقدر يتحرك لوحده وبيقدر يصنع الفرق لوحده بس برضو مش لعيب صنع لعاب كويس يعني على مراحل لكن اللعيب من اللعيب اللي بيقدر يجيب جوان كويس محمد شريف أفضل بالنسبة لك أنه شريف يبقى راس حرب أحافظ على اللعيب اللي بقى في جول وتاو يلعب شادو ستراكر أو جناح الاتنين يلعبوا دابل شادو ستراكرز دائما عملنا الجيمي اللي فات بس الفكرة أن وجود محمد شريف بالنسبة لي مهم عشان اللعب اللي بيقدر يجيب جول ولكن نبدأ نلعب الكورة كلعبة جماعية يعني محمد شريف مشكلته الفاترة اللي فاتت أنه كان عنده داونس وكان مصر أنه يسجل لا الكورة القدم لعبة جماعية فأنت ألعب مع الفرقة والجول هيجي زي الجول اللي جي أنت محتاجتش دائق كتير عشان تسجل أحتاجت لمسة واحدة عشان تسجل تحرق كويس ولمسة لما عملت الاتنين دول سجلت فالعب الكورة كلعبة جماعية مع مجموعة اللعيبة كلها اللي موجودة معك وركز في دا هتلاقي نفسك بتسجل مش محتاج أن انت تكون أناني عشان تسجل لأن قصة أنه اللعيب المهاجم لازم يبقى أناني والكلام دا خلص خلاص ما بقاش موجود طيب هاجي معاك لنقطة التجهيز والحمد لله